بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي اللي أنا عندي بيوهات تمام؟ في قلب المشروع وبعضها ما تضعش في الشيط تمام؟ وأنا أريد أن أبعد المشروع العميلي يعني مثلا أنا عندي هوات ده معموله WK وده معموله WK وما أضعهمش فيتات فأنا أريد أن أبعد المشروع يكون كل البيوهات موجودة في الشيطات اللي مش موجودة يتمسح فلو جانبنا نبص كده على لفل 1 نرى في الخاصات بتاعته أن الشيط نمبر موجود طب لو مش موجود هلاقي في الخاصات بتاعته النواب مفاضي مفوش حاجة خلص طيب نعمل إيه بقى في حاجة سيكده عايز فلتر ده فهستخدم الدينامو تمام؟ هقول له نيو هبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده هقول له element type element type أهو ده أنا كده عملت له select طيب أنا عايز دلوقتي عايز البيوهات فهقول له هاتل البيو ما شاء الله خلاص طيب عايز أقول له select لكل element type فهقول له all element type يبقى أنا كده عملت له select طيب الخطوة اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده ان أنا أعمل أحصل على أسامي الشتاتي فهستخدم element برامطر برامطر تمام؟ هقول له get parameter value by name تمام؟ طيب أنا دلوقتي عند العناصر هيت ناوز بقى يدي له البرامطر name خلينا نشتغل كده على المانوال حشان ايه؟ نشتغل برحيتنا تمام؟ هقول له أنا عايز string يعني هكتب نص هكتب اسم الشيت name تمام؟ هقول له هنا sheet number تمام؟ وتأكد انها capital small زي ما هي مكتوبة هنا بالظبط تمام؟ خلينا نفتح كده هلاقي هنا sheet number زي ما هي مكتوبة هنا طيب خلص خلينا ندس run ونبص على الحاجة هاو بص جاب لي لي استهيت الحاجة اللي مش مكتوبة هطيت له هو تلس خطوط فده هبقى الفلتر بتاعي ان انا هقول له عمل select على الحاجات اللي هي محطوطة خطوط صغيرة دي تمام؟ هقول له هنا بقى بعد كده انا عايز يساوي ده operation بتاعي او ده اللي عمل ليه للسباب تحتي هاي اللي يساوي طيب يساوي ايه؟ هاجي هنا اروح ايه اللي عايز كود كود بلوك طيب الكود بلوك دوت هكتب فيه ايه؟ هكتب فيه underscore underscore ثلاثة كده طيب عايز ازا استخدم بقى فلتر فاقول له list filter هاه بهاي بولي ماستك بهاي بولي ماستك استخدم بلوك الليست بتاعتي اللي هي دي دي الليست للعناصر وده المسك بتاعي تمام؟ هقول له بعد كده delete element تمام؟ دي delete او erase element تمام؟ او هقول له طول erase ماشي؟ اه بعد كده هقول له انا عايز استخدم ووتش ليه بقى ووتش؟ ووتش عشان اشوف ايه النتيجة كم واحدة تلغى او كم واحدة تأثر بالموضوع دوت تمام؟ هقول له خد اهيت الoutput فلتر بتاعي او هنا بقى عندي in off يعني لو انا عايز ده يتلغي او عايزه ما يتلغيش يعني انت عايز اني عناصر اللي هي تم تحديده او ما تمش تحديده فهقول له ماشي هيت خد ديت وهقول له الووتش هاي بحيس اشوف ايه العناصر اللي هتقصر وهقول له run خلينا نبص كده عشان حاسب التغيير هقول له run تمام؟ ألاقي ان الحاجات اللي هي موجودة في شيتات اللي هي level 1 و level 2 وسايت دول فعلا اللي موجودين في قلب الشيتات تمام؟ دول اللي انت لو دخلت في البرو بارس بتاعتهم هتلاقي ان هم ليون شيت نمبر انما بيت العناصر ملهاش لو انا عايز اعمل عكس ممكن اقول له قوت بحيس ان الامور تتحصل بالعكس تمام؟ ده ده ببساطة ملف داينمو بسيط جدا وسهل تمام؟ اهو عشان تلغي الفيوهات اللي انت مش محتاجها